مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآهلا بكم في برنامجكم قواعد حكم الدول في هذه الحلقة نتناول قاعدة الجزية لغير المسلمين دفع الجزية لغير المسلمين هذه القاعدة من أعظم القواعد التي عرفتها البشري أن غير المسلمين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون للمسلمين لما تنظر في حال الأمم الكافرة تجد عندها خيارين اتنين فقط إما الدخول في دين القفرة أو الدين بتاعهم أو ذبحك انظر كده في الأمم الكافرة بتخير الأمة المهزومة بين خيارين إلى ثالثة لها الدخول في دين الأمة الغالبة أو الذبح الإسلام جاء بخيار ثالث قال لك لا فيه خيار غير الزبح وغير يعني الإسلام هنا حق الحياة قال لك لا ممكن تسمح له يعيش وكمان من حقه قال لا يدخل الإسلام فيه خيار ثالث دفع الجزية ولذلك النهاردة أمريكا هل ترامب يقبل تطبيق الجزية على المسلمين في أمريكا ويتركهم يعيشون في أمريكا لا تعالوا النهارة المسلمون في الأندلس النصارى الصليبيون هزموه النصارى كان نقول له بإيه إما التنصير وتعتنقونا المسيحية أو نتبعكم يعني خيارين ألم يكن من الأفضل للمسلمين في الأندلس أو ليت النصارى أخذوا بنظام الجزية الإسلامي وطبقوه على المسلمين في الأندلس وقال له قلاص ادفعوا الجزية وعيشوا في حياتكم وأبودوا ربنا ونترككم بمساجدكم تصلون وكذا كانوا المسلمين في الأندلس عاشوا حتى اليوم ألم يكن المسلمين في القرم اللي أبيدت كلها كي يكون لها مسلمين القرم دي روسيا النهاردة تقتل فيه المسلمين في اليونان اليونان لسه بقى لهم يا خمس سنة أنا ما فيقاسينا عاصمة اليوم ما فيقاش مسجد نص اليوم كان مسلمين المسلمة والهرسك وانظر بقى كده أفريكا الوسطى حرب الإبادة بورما يعني لو الحكومة البوزيين في بورما تفرد الجزية على المسلمين هناك لا يتهى تفرد الجزية على المسلمين وتتركهم يعيشون وتتركهم يعبدون الله في مساجدهم إنما لا يعني ادباحك تدخل البوزيين ده أنا بقول لك أدي أمريكا الأمريكان المسارى لما وصلوا الأمريكا عملوا إيه قتلوا 30 مليون ولا 100 مليون بقى لحصات وغير ما يعني دقيقة غذا لم 30 مليون إنسان من هلوذ الحمر أبدو ألم يكن من التحضر أن يأخذوا بنظام الجزية الإسلامي ويتركونهم فرنسا اليوم وبريطانيا وسويسرا والدول الأوروبية وأمريكا شرعت في اتخاذ القوانين التي تؤدي إلى طرد المسلمين وده كله يعني خمس سنة سنة يكون طرد المسلمين خالص وترامب يتحدث صراحة أليس من التحضر أن يأخذوا بنظام الجزية الإسلامي أنا أقول ترامب طبق الجزية خذ درائبنا المسلمين أو الجزية وتركهم يعيشون في أمريكا وترك مساجدهم مفتوحة فرنسا الصليبية دي أتبادل لحد أغلقت مساجد المسلمين في نظام الجزية الإسلامي لو فرنسا أخذته ستترك المساجد مفتوحة المرقبات والمحجبات في فرنسا يمنع الحجاب في المصارح الحكومية ويمنع النقاط يعني المسلمات ألاسنا على استعداد لدفع الجزية لحكومة فرنسا الصليبية مقابل تركهنها محجبات نعم وحكومة فرنسا رفضة أقول لك مفتوحة جزية أفرض عليك بالعرف فبالتالي الأمم الكافيرة كلها حتى اليوم هو أنت النهاردة أمريكا لما تدخل العراق عميتها قطعت المسلمين الشيعة لما دخلوا العراق هل سمحت الشيعة لما حكموا العراق هل سمحوا للمسلمين بدفع الجزية والعيش ده بحو ده 1-2 مليون بشار لما دخل حلب أن لم يكن من الأفضل أنه يطبق نظام الجزية الإسلامي والمسلمين يشتغلوا عادي وخلاص ولا أخلص يلا تقبل بالجزية ووشار والشيعة لا يقبلون بالجزية وما ليه وإحنا عاديين المشايخ المهزومين نفسي يستعروا من الآية في القرآن الكريم ده عندنا نص في القرآن الكريم ده هذا هو النظام الذي يجب أن نفكر به لأنه نظام متحضر كل الأمم الجاهلة والكافرة البربرية دية الدموية ترفضه بينما الإسلام لأنه بيقدم حق الحياة والحق في الاعتقاد الحرية ويبقى على دينه وافق بأعطى بديلاً ثالثاً خياراً ثالثاً وعن يد هو أهم صغيرون ليه لأن هي دي اليد ترفضوا على سيطرة الدول وطبعاً لا يشارك في الحق هو النهاردة الشعب يخلوا المسلمين السنة في إيران يشاركوا في الحق الشعب في العراق بيخلوا المسلمين يشاركوا في الحق أمريكا الصلبية بتخلي المسلمين يشاركوا في الحق ولا في الجيش الأمريكي في القادات العليا وما إلى ذلك في بريطانيا فرنسا ده أنت من تشطيل تعيش حتى وهذا أنا سمعت الأسد المجاهد حزب صلاح ابو اسماعيل وهو أتحدث عن قصة إسلام أستاذ متخصص في معادات الدولية في أمور القتال والحرب أسلمه بسبب أحكام الجهاد والقتال في الإسلام أنا مش متخيل هو اللي بيقول لي أن فيها في بلدي مركز إسلامي أنا طبعا هناك زائر بروح عاود مثلاً أسبوع ولا حاجة لشيء طارق وأعود فأنا مش متخيل أن بلدي فيها مركز إسلامي هذا الشيطان اللي متسبب فيه أن الدنيا مولعة فأنا جاي أنا لما عرفت أن فيه مركز إسلامي هو بيقول وعرفت أن فيه ناس بيتكلمه قررت أجي قابلك وأقول لكم إزاي أنتوا عايشين لغاية دلوقتي في البلأ في العاصر الحالي ومتصورين أن فيه عندكو فكر بهذه الصورة إزاي عايشين بنا وأنتوا عايزين تولعوا الدنيا بهذا الشكل وقال أنا أنا أدعو إلى أنتوا تمشوا من العالم كله الراجل بيتكلم بطريقة مهذبة جداً بس أنا نقلت لكم الفكرة إنما هو بيتكلم بطريقة الحقيقة كويسة جداً يعني يعني بيتكلم بيقول يعني أنا مش عارف إزاي ناس من البشر اللي عايشين بنا والقيم الإنسانية بتجمعنا إزاي يفكروا بهذه الصورة الحقيقة كانت مفاجأة وأنا أهتم بمثل هذا الشخص اهتماماً بالغاً فقلت له طيب يعني الموضوع محتاج نحن نعود والوقت الوقتي متأخر فلو بكرة مناسب لك نعود قال لا أنا خلاص أنا طبعاً راجل بقى مش من هنا فقال لا أنا بكرة شغل إنما ممكن يوم الأحد القادم فقلت له طيب بس الأحد اللي جاي لا ده بعيد طب نعود دلوقتي قال لي لا إحنا تأخرنا كان عندنا بقى درس وقعدنا نتكلم مسلمين بقى عادين بين المغرب والعيشة وإنما الراجل بينام عنده شغل الصبح فهو قال الكلمتين ومش عايز يعود دلوقتي ولا يريده أن يجلس غداً وعايز بعد أسبوع وأنا مسافر مش هعود أسبوع وفي نفس الوقت أنا متحرق شوقنا سيبه أسبوع وهو قنبلة بهذه الصورة مش قادر لكن الباب اللي يدحين قلت له خلاص إن شاء الله الأسبوع القادم نتقابل وأعايز أتفق معك على حاجة لو أنت طلعت صح أنا هسيب الإسلام أنا قلت له كده وهذا يعني قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يأما إحنا مهتدين وإنتوا ضالين يأما إنتوا اللي مهتدين وإحنا ضالين مع أنه يوقن أنه على صواب وأنه على دين يعني النبي يوقن أنه على الحق لكن إسلام بيقوله هو دا المنطق اللي تكلمهم به تعالى نشوف مين اللي على هدى قل تعالوا يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن تعالى نتكلم فقلت له لو كلامك مظبوطة ناسيب الإسلام لأن أنا مش مستعد أنا اتباصل طبعا جدا الراجل قال لي يعني أنت يعني متأكد يعني كلام فعلا فلما قلت له آه فشد على إيدي كده زي ما تقول يعني أنه لأى أنه فيه أن البشر دا لسه فيه قيم الإنسانية طبعا القيم الإنسانية دي تعتبر يعني قمامة بالنسبة لقيم الإسلام لكن هو شاف أنه بيرقيني من القيم الإسلامية إلى القيم الإنسانية فاتبسط جدا فقلت له بس نتفق قمامة أنت إذا أنا لأن أنا عندي رد على كل دا والإسلام ليس كذلك خلاص اتفقنا اتفقنا شكرا سلام عليكم مع السلامة شرفت وأنست وإذا بي أفاجأ الراجل اللي جنبي الله يهديه يا رب العالمين اللي هو المرافق الأخ من مسؤولي المركز الإسلامي أنا إذن هو شخص بسيط يعني إذا بي أفاجأ بي داني درس كبير الأخ دا درس عظيم من دروس حياتي التي أنا لا أجرؤ أكررها إذا بي أفاجأ بأنه بيعمل إيه يروح مادد إيده يقول له يا براثر يا أخونا وهو طبعا أنتوا عارفين حكاية الأخوة دي تقييمها إزاي قال له يا فلان إلى أن التقيوم الحد القادم اتفضل خد هذه النسخة من ترجمة القرآن إلى الإنجليزية طبعا إحنا بنقول عليها ترجمة معاني القرآن إلى الإنجليزية إقراها لغاية ما يتقابل يوم الحد اللي جاي فأنا كأني عايز أمسك إيد الراجل أقول له هاتي هيقرى القرآن من غير ما أكون أنا موجود معاه أشرح له يعني لازم يعني يمكن الكلام يطلق بط فيه ولا حاج لكني ما كان يسعى إلا كنت لا أستطيع أقول له أنا عايز أخبي كتابنا عنك لكن بعد أن انصارف هذا الرجل الأوروبي قلت لرافيقي جزاه الله خيرا قلت له يا أخي ما لكش حق تديله القرآن يعني تديه المصحف يعني كنت انتظر حتى يأتي يفهم فقال لي لا 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 ده تجربة هنا الحقيقة إن الناس القرآن بيأثر فيهم جدا لما بيقروا وعلى فكرة طبعا الأوروبيين تاريخ أوروبا كله دبح يعني الألبان حربوا الإنجليز الفرنسويين حربوا مش عارف مين المين ضربوا في مين يعني كذا فقلت له انتظر علي شوية فقال لي لا لا بيأخدوها يعني هما عندهم حكاية الصراع الديني ده وعندهم الكاثوليك والبروتستانت الاثنين النصارى ولكن دي ملة ودي ملة دي طائفة ودي طائفة دول دباحوا بعض الدول دبحت بعض فعندهم هما الصراع الديني معروف والقتال معروف ومش زي الأمريكان اللي هي أرض ما حصلش عليها صراع ديني فالمهم عاتبت الراجل قال لي لا المهم أنا في ضلت الأسبوع ده كله متنكد انه الراجل خذ المصحف وهيقرى يلاقي بقى قاتلوهم وقاتلوا وقتلوا وقتلوهم حيث يعني أنا أعرف أن هذا من مفاخر ديننا أنا عارف بس عادي أشرح له إنما هو يقرأها مباشرة المهم انقضى الأسبوع وجاء الرجل يوم الأحد وأنا ما خبيش عليك وأعدت أذاكر آيات الجهاد من أول وجديد والله علشان أعرف أقوله الجهاد في الإسلام وأشرح له متصور أنه سيأتي بشبهاته معلم على المصحف إن الآية دي بتقول كده ليه فجاء الرجل وجاء مبكرا يعني أنا كنت قلت له أنا عندي مثلا الساعة عشر الصبح محضرة وبخلصها الساعة اتناشر تعال لي الساعة اتناشر أو إذا عايز يجي الساعة عشر أنا موجود من عشر فجاء مبكرا جدا جاء يمكن الساعة تسعة صباحا ولما دخلت وجدت وسلمت علي وقلت له ها خلص محضرتي وأقعد معاك فقال لي طيب ودخلت وأقعد ساعتين ثلاثة في المركز ثم بعد أنته دخلت إلى الغرفة المخصصة لجلستنا وجاء الرجل ومعه واحد من إدارة المركز فأنا سألت قلت له يعني أنت كنت قلت لي المرة اللي فاتت كلام وطبعا إحنا متفقين أن أنا أرد عليه فأنا هتسمح لي أتكلم معك شوي وطبعا كمان أنت قريد في المصحف كلام يعني أرجو أن ما يكونش أثر أنه هو زود فإذا بي أفاجأ بالرجل ويشه في منتعة جدية والهدوء بس ما كانش بالتوتر الأولاني منتعة جدية والهدوء إذا به يقول لي وهو جامد كده ويعني يقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طبعا بتكسير أجنبي يعني مش بالفصاحة دي فأنا ارتجيت حسيت بيرجع أنا فجأت الرجل اللي كان الأسبوع اللي فات حملة على الإسلام وخد المصحف اللي أنا خايف ياخد منه آيات تزود حنقه على الإسلام بيفاجئني واتضح أنه الجماعة اللي في مركز الإسلامي هم اللي صلطوه على الطريقة دي يعني قالولوا يعملها أنه يفاجئني بيها أنه ما يقوليش ما يبينش ويفاجئني بيها يفاجئني الآن بقول إحنا جماعة عرب واخدين على يعني على الكلام ده ففوجئت بهذا درجة ارتجيت فقلت له الله طب والحاجات اللي عندك أنت وجدت إجابة عنها قال لي أيوة فين قال لي في المصحف ده قلت له يعني قال لي هذا الكتاب هو أعدل من باب العدل يعني أعدل كتاب يمكن أن يناقش قضية الجهاد والقتال في البشرية على الإطلاق وهو أعدل ما قرأت على الإطلاق وانا نسيت أقول لكم أنه كان بيدرس دكتوراه في العلوم الإنسانية حول الحروب في البشرية في الجامعة هناك فأنا الحقيقة يعني تأثرت جدا ويعني انخرطت في بكاء تأثرا فجئت الحقيقة فجئت طب أنت قل لي بقى قل لي فإذا به هو الذي يشرح لي أيها الإخوة هو الذي يشرح لي أهداف الجهاد في الإسلام إذا أنا أعدت جهزتها له هو يشرح لي قلت سبحان الله هذا الرجل قرأ القرآن فقط دون أن يجلس مع داعية وهذا الرجل صار من المسلمين إن شاء الله الكويسين وتوفي بعدها بأربع سنوات فقط وحمدت الله عز وجل أنه مات على الإسلام إنما نحن نظن أحيانا أننا نحن الذين ندعو الناس إلى الإسلام الإسلام بنفسه يدعو فقط خلي بين الناس وبين الحق أنا ليه حكيت لكم القصة دي عشان أقول لكم إن شرع الله في القرآن اللي هو قاتلوهم وقاتلوا وقتلوهم والقتل والجهاد وإن الله اشترى بي ويقاتلون في سبيل الله هذا الكلام عندما تقرأه تقرأه بمنظومة تعطيك أنه دين العدالة تماما أعتقد بعض من رواح الأسد حزب صلاح ابو اسماعيل تكون الصورة قد وضحت وأننا نخجل من إسلامنا ونخجل من ديننا وفرود ديننا وأحكام ديننا لأننا مهزومين لأننا مهزومون نفسيا نشكركم مشاهدين على الحسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات فتابعوها